صراحت وزارة الزراع واستصلاح الأراضي أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية قد أعلنت خلو مصر من مرض أنيميا الخيول المواضي وأكلت أن ذلك الإعلان يأتي تكليلا لجهود الوزارة في تنمية الثروات الحيوانية ودعم دور مصر الريادي على المستويين الإقليمي والدولي وأقل وزير الزراع السيد القصير أنه بهذا الإعلان تمضي مصر بخطة ثابتة نحو التقدم والتطور المبني على الأسس العلمية لصناعة الخيول وأشار وزير الزراع إلى أن المنظمة الدولية سبقا أعلنت أيضا خلو مصر من مرضي الفصيلة الخيلية والرعام والزهري واعتماد المعمل المرجعي للرقاب على الانتاج التاجيني وقسم بحوث البروسيلة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية مع ملين مرجعيين لمنظمة العالمية للصحة الحيوانية